فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار صنج بن ماجة جتاب الأطايمة باب أطايب اللح قال نصنف رحمه الله وكعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من نسيقات الهدفات رؤلاء والجماعة قال حدثنا محمد بن بشي العبي عبد الله الكوفي واصطنقه ابن معين ودجر بن حبان في نسيقات وهو حافظ لذلك النساعد قال كان ثقة كثير الحديث ونساعد قال ثقة أيضا حياة حول الإسناد حدثنا عيد بن محمد التنفسي حسن الحديث قال وحدثنا محمد الغضايل بن غزوان أيضا نسيقات الهدفات قال حدثنا أبو حيان التيمي يحري بن سعيد أن أبو حيان ثقة وثقةه ابن معين وأن Yoda قال ثقة ثبت وليس قال ثقة صالح فهو كان من العباد عن أبي زرعة أبو زرعة هو عمر بن جرير أبو زرعة بن عمر بن جرير وأن عبد الله الزجaju فيل اسمه أرد وفيل اسمه عبد الله وفيل اسمه عمر من الثقات الهدفات عن أبي أرأة عنو الله عنه وعرضاه أبو أرأة سيد المسينى عن نبي الأمين قال اوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم قلنا ان الاسلام كان يحب اللحم بلحم فرفع اليه الزراع وكانت تعجبه فنهس منها اخذ يعني ابترف الاسنان واللسان نهس منها نفسه وهذا على القلة مع انه يحبها اخذ على القلة وفي الوقت بسند ابن ماجة عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يحدث عن ابن الزبيس عن ابن الزبيس وقد نحر لهم جزورا او بعيرا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم وفيها الاهتمام لكبير القوم وعليه هو ان يترفع كانوا يلقون اليه باللحم يقول اطيب اللحم لحم الظهر اطيب اللحم لحم الظهر فالحديث فيه بعض بكر لا بأس به محمد ابن عبد الله هو العلة الحديث محمد عبد الله الذي يروي عن عبد الله بن جعفر مجهول فهو علة الحديث الحديث بعيد هنا ايضا هذا الحديث يبين لنا فضل اللحم وان اللحم من اطيب الطعام الذي يحبه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا بان النبي قال والسريد وفضل السريد على الطعام فتح ايش على نساك فضل السريد على الطعام وكان محموبا لديه ومع ذلك كان يتواضع النبي السلام قال ولو دعيت الى كراء لا اجبت لا اجبت الدعاء لو دعيت الى كراء لا اجبت الدعاء اوتي النبي بلحم وهذه فيها تلالة على الاهتمام بكبير القوم وعلى الاهتمام بالرفيع الناس وانزال الناس منازلهم هذا أصلا أصيب في ديننا انزال الناس منازلهم ومرنا ان ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم العليم ويؤتك الذي فضل فضله من لم يعرف الفضل الاهل الفضل فليس من الاهل الفضل فهنا ترى الفضل كل الفضل يعلمون فضل النبي صلى الله عليه وسلم فيبطون له باللحم ويبطون له باللحم فرفع له زراع وهو يحبه فإذ فيها تلالة انك تبحث عن ما يحبه يعني مقدم الناس وتأتي له به فقدم له الزراع التي يحبها فنهى سنهزة بطرف اللسان والأسنان مع أنه يحبه لا يهدم عليه قولوا واشربوا ولا تصرفوا قولوا واشربوا ولا تصرفوا وأيضا يعني لأن الناس يرقبونه فلابد أن يكون الأمر فيه ما فيه من الموازنة يأخذ ما يريد لكن لا يلتايم حتى يعني حتى لا يكون محط أنظار من ينتقد أو يريد أن يتصير أما النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يؤقلونها ويحبونه ويحبون المسارعة في مرضاته وفيما يحبه بأبه وأمه ورد يضاع للصحابة أجمعين لذلك اختارهم الله دعالى صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم رفع له الزراع فنسى من أسة والحجز الثاني أنهم كانوا يرقون باللحم يأتون باللحم يرقونه أمام النبي ما لا يحدث صراحة من ذهب إلى الخليج ومن ذهب إلى بيت هذا البيت بيت قرى وكرم ترى هذا يعني لا يهتم رجل بنفسه في الأكل في الطعام يعني يذهب يؤتي للأضياف ويهتم بهم كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام كإكراما لهم هذه سدي هذه اللي كانت سلية وإلف ناس أو إلف النفس في هذا الباب يكون هذا البيت من خير بيتات المسلمين شوف عديدنا حتم النبي صلى الله عليه وسلم قال حتم الطائي هذا رجل أراد شيئا فأصابه أراد شهرة بكرم ودود فأصاب ما أراد لأنه حقا كان كريم النفس وهذه مهمة جدا أن يكون المرء كريم النفس كلما كان المرء كريم النفس حتى ولو تعددت عيوبه سيرتقي وكلما كان وضيعا كان دنيئا كان خصيص النفس لو تعددت محاسنه سيصير وضيعا أيضا سبحان الله هذه الله يعلم تواخر النفوس فالمسألة على الرفعة والوضاع في مسألة كسب الصفات الراقية أو يعني أو الهم أيضا شو أنت الدكتور لما تكلم عن مسألة ما استله من كلام معاوية ردده عن أرضها كلام يكتب بماء العين من عرف قدره وعرف قصده أنا أقول طبعا يعرف المرء بقصده يعطو عرف المات بقصده فكلما كان القصد من المعالي وكلما كان القصد كبيرا تعلم على عظم تواخر هذا الرجل أو هذه المرأة التي لها من الهمة ملاء لرفعة الهدف وكلما سمى الهدف سمى صاحب الهدف الذي يستهدفه ونسأله المغفرة والعفو عن السلطة والسخطات للناس ما أدري كيف نجريك يا رفيق الجزائر إذاك الله خيرا فعلمنا ما جهدنا الكرم قطاع عيوب الرجل أكذا يقول العرب سبحان الله نعم وخلص ما كان ما كان للنفس من سخاء ما تراه إلا رفعة ولذلك نحن لا نسع الناس بأموالنا وقد نسعهم بأخلقنا وكرم الخلق في ذلك عندما تبدو له ما يرفع عنه الجهل هذا أعظم الكرم وجود على الإطلاق لما قال العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبري بالقرآن فكانوا من كرمهم يلقون باللحم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا لاستمامك بقول ناء برفيع القوم وهذا إنزال الناس منازلهم إنزال الناس منازلهم إنزال الناس منازلهم هذا من دأب الصالحين ومن دأب الرفعاء النجباء ودائما تعرفنا كيف إنزال الناس منازلهم إن كان من الرفعاء وعلمت أنه حق من الرفعاء إنزالوا منزلته أيضا بالغض عن بعض عيوبه لأنه أنت لن تجد الكمال عند أحد لن تجد الكمال عند أحد حل الأحوال ولذلك كان بعض أهل اللغة منهم الرجحي رحمة الله عليه يقول من رفيع الخلق من رفيع الخلق أن يغض المرء الطرف عن بعض المعايد لا يقول للمعايد لأنه لابد أن يراجع في مساء المعايد لابد أن يراجع فيها أن يغض الطرف عن بعض المعايد ولا يكونوا بالمرصاد في كل المعايد هذه أيضا في عشيء من التصيب بنائد النفس وتبعا استدل الرجل كان أهل اللغة نعم لكن كان يستلم القرآن كثيرا والذي كان أحبه جدا رحمة الله عليه يعني كان رجلا ناصرا للغة واللغة لغة القرآن والسنة كان بيستدل في قول اللجل فعليها فأعرض عن بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض فقال هذا من رفيع الخدق وإن عرف البعض يغض عن البعض وأكرم الناس عندما يقال له العفو فيعفو وعندما يريد المعتابة فيقال له لا تعاتب ينمحي عنده الاعتاب خلق الرفيع وهذا ليس إلا عند المجباء إلى الواد المصبطة من عظيم أمور ديننا إنزال الناس منذرهم حرمة الشرف الشرف العامل الشرف الطعام الشرف الشرب حرمت ذلك وإن أسلام أنها تنهزة تفاوت الأطعمة جبلة لا سنة فيها تفاوت الأطعمة جبلة لا سنة فيها يحب اللح يحب الحوم الإبل أو الغنم ما يحب الضبت هذه جبلة وقلنا قد 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 تكون عبادة من اكتشى بها المرض نعم هذا آخر ما يفضل في الناس اليوم ولشيخنا همته نعلت الثرية فنالت من فنون بالدين فدافقون فدافقون وكسقية الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقيا وتلك عقيدة السلفي النقيا فأخلص ربي وبارك على شيخ النبي للغلق والضاحى المحيا